السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركتهم مرحبا بكم على قناتكم أمني للمعلوميات اليوم في هذا الشرح المميز وهو عن تفعيل حساب جوجل اتسنس بعدما طرحنا هنا طريقة فتح حساب جوجل اتسنس كيف أربح منه يعني كل طرق فتح حساب جوجل اتسنس الآن درس الثاني من الدورة وهو تفعيل جوجل اتسنس عن طريق الكوت بين عفوا ونتحدث وندردش عن مشكلة عدم وصوله وكيفية حلها وبعض الأفكار الأخرى عن الكوت بين المهم هذه الرسالة التي تصلني من جوجل كما ترون في الخلف تجد فيها معلوماتك التي وضعتها يعني العنوان الخاص بك وهنا في الرسالة أجد الكوت بين الخاص بحساب جوجل اتسنس كما تعلم رقم التعريف الشخصي هو المهم وهنا رقم التعريف بين يعطيك الخطوات سجل دخولك الى حساب اتسنس الى الرابط باستخدام العنوان بريد الكتروني وكلمات المهرون المستخدمون الخطوة الثانية من علامة التبويب الرئيسية انقر على اعلانات الحساب في الشريط ثم الخطوة الثالثة في قسم معلومات حساب انقل على رابط تحقق من عنوان الخطوة الرابعة ادخل هذا الرقم الرقم التعريف بكلاتها البساطة كما قلت لكم هذا هو الكوت بين الذي يسعى وراء الكثير الذي يبحثون عنه يعني هو نوعا ما للبعض حلم الذين لم يصلهم وللبعض هو مشكلة الذي اعاقتهم عن التحامل مع جوجل اتسنس المهم سأعريكم طريقة استعماله طريقة تفعيل الحساب وكما قلت لكم نتحدث عن مشاكل عدم وصوله في البداية لا تبخلوا علي بلايك لهذا الفيديو فاذا يشجعوني كومنت تحفيزي والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد فاصل واعود اليكم الآن كما ترون نذهب الى الحساب وكما ترون الدفعات معلقة يعني الحساب وصل الى 10 دولار في الحساب من قبل والآن يطلبون الكوت بين نضغط نحن على اجراء في البار العلوي الاحمر الآن يدخلك الى هذه الصفحة عفوا كما ترون لدي كل المعلومات الخاصة التي وصل بها الكوت بين أنت دائما في الاجراء تأتيك هذه الرسالة وعليك وضع الكوت بين الذي وصلنا في الرسالة أما من لم يصله يعني هو يقول لك سنرسله بعد ثلاثة أيام من ظهور الاجراء وسيصل ما بين اثنان واربع أسابيع نحن في الجزائر يصل بعد حوالي خمس أو ست أسابيع على الأكثر إن لم يصلك أعد تأكد من معلوماتك أو ضع معلومات صديق حاليا نضع الكوت بين أنت ضع معلومات جارك أخوك خالك المهم أن يصلك الكوت بين نضغط الآن حفظ وكما ترون تم تفعيل بالكوت بين تم التأكد فقط في هذه المرحلة تتأكد من معلوماتك وتضغط حفظ وخلاص تفعل الحساب الأدسنز يمكنك الآن استلام مدفوعاتك المدفوعات تستلمها بعد الوصول إلى 100 دولار تستلمها على وستر يونيون في الجزائر بالنسبة للأمريكي يستلمها على الباينار الخاص به الآن بالنسبة لمن لم يصله سأشرح لكم الكثير على حسابي الخاص الآن وفي حالة لم يصلك الكود يعني بعد مرور ستة أسابيع على الأكثر لم يصلني الكود الآن علي أن أعيد طلبه ولكن قبل أن أعيد طلبه يعني كن على يقين أن عنوانك فيه خطأ أو لا تصل إلي الرسالات أول شيء أنصحك به هو يعني الاستعانة بيعني منزل جدك أو منزل عمك أو منزل صديقك الذي يكون واضح عنوانه يعني في مكان رئيسي واضح في المدينة يعني سهل أن يصل إليه ساعي البريد هذا ما أنصحك به وفي حال كانت لديك علبة بريد فهذا أفضل بكثير هذا أفضل بكثير يعني هذا ما تحاول فعله عليك تغييره إذن كيف تغيره تضغط على هذا الزر وتضغط على بيمنت ثم تنزل إلى الأسفل إلى الإعدادات وتضغط على تعديل هنا الإعدادات ستجد كل إعداداتك أولا البلد كما ترون هنا الجزائر أنزل وغير هنا الإسم في البداية لديك الإسم الكامل هنا ماذا تضع لي في line address 1 تضع لي المدينة التي تسكن فيها ثم تضع لي الحي الذي تسكن فيه ثم رقم الباب أو شيء من هذا القبيل أو تضع هنا يعني عنوان العلبة البريد الخاصة بك كاملا وواضح ثم الأدرس الثاني يمكنك وضع أدرس إضافي والبوستال كود وهذا أمر غني عن التعريف والذيك في الأخير تعيد كتابة المدينة وتعمل حفظ الآن نعود إلى هذه الصفحة فقط حملتها من جوجل لأن الصفحة راحت خلاص الذيك هنا تعيد طلب البين كود يعني هم أصلا يعطونك الخيار عندما تمر 6 أسابيع يعطونك خيار هنا إعادة طلب المرة الثانية يعني لم يصل بعد 6 أسابيع يعطونك خيار مثل ما حدث معي على قناتي تماما تعيد طلبه مرة ثالثة وصل في حال لم يصل وغيرت العنوان وقمت بكل خطوات سيظهر معك رابط يعني رابط أزرق هنا في هذا الخط رابط أزرق تضغط عليه تجد صفحة تطلب منك وضع إيميل إيميل الذي يمكن المرسلة فيه اسمك الكامل ومعرف الحساب معرف الحساب فقط تضغط هنا hosted account يعني في البداية حتما يكون لديك hosted account وتنسخ هذا الكود يعني هذا كامل تعمل لونسخ من pub إلى النهاية تعمل لونسخ كامل وتأخذه وتضحه في تلك الرسالة وتعمل صورة لبطاقة التعريف أو جواز السفر أو الباسبور الخاص بك يعني هوية التعريف جواز السفر أو رخصة السياقة أو الباسبور صورة بدون تعديل على الفوتوشوب بدون أي تعديل صورة واحدة وترفحها وتكون نفس المعلومات التي أرسلتها إليكم فيما يخص العنوان يكون نفسه على البطاقة والاسم وكل شيء يكون نفسه تماما وترسلها لهم بعد 24 ساعة سيعطونك رسالة بأنها امتلقوا المنازعة أو شيء من هذا القبيل بعد 48 ساعة سيقول لنا لك إن كانت نفس المعلومات طبعا لن تحتاج إلى pin code فقد تم تفعيل حسابك والتأكد من عنوانك فكل هذا الpin code للتأكد من العنوان فقط لأن Google AdSense يعمل بصفة رسمية يعني هذا كل ما في الأمر هذه هي طريقة حل مشكل الكود pin ليس بالأمر الصعب كلنا واجهنا مشكل الكود pin ولا شخص يعني تعامل مع AdSense كثيرا ولم يواجه مشكل الكود pin من الآن فصاعدا لا أظن أن هذا الأمر سيصبح مشكلة فهذا هو الدرس الشامل والحلقة الثانية من الدورة ستكون هناك حلقات أخرى كيفية تحب الأموال وتحويل الحساب والعديد من الشرحات عن مضاعفة الأرباح وأشياء لا تعرفونها حتما عد أطن سنتناولها في حلقات قادمة لذا لا تتردد في الاشتراك في قناتنا لايك لهذا الفيديو كومنت اشتيعي دمتا في رعاية الله والسلام عليكم